أربع سنوات مرت والخامسة على الأبواب ذاك إن أردت التأريخ لعاصفة الحزم أما إذا أردت الحديث عن الأهداف وما حققت هذه العملية العسكرية فأنت أمام صفحات سوداء من التقلبات والفشل والانقلاب عما تم الإعلان عنه من أهداف عشية السادس والعشرين من مارس 2015 يتذكر اليمنيون تلك الأسئلة التي فاقت مع فزعهم عشية الخميس الصاخب وهم يسمعون دوية الانفجارات تمزق سكون العاصمة وعتاد الجيش المنهوب من قبل ميليشيان انقلاب لم يكن أحد يملك إجابة لما يحدث وحدها شاشات التلفزيون تعلن الخبر عشر دول عربية تقودها المملكة السعودية تدشن عملية عسكرية اسمها عاصفة الحزم وهدفها إعادة الشرعية المنقلب عليها في اليمن كان الخبر صادما لم يكن متوقع لكثيرين وأولهم الانقلابيون وحليفهم المخلوع صالح أول مرة منذ الستينيات تتحرك الجيوش العربية في الطريق الذي يفترض أن تكون عليه وكان الفأل الحسن أن السعودية التي وقفت ضد اليمنيين والدولة الجمهورية عادت لتصحيح عقود من الوقوف أمام حلم اليمنيين في الدولة القوية هذا التفاؤل كان مبنيا على ما تم الإعلان عنه من أهداف وعلى وقع تلك الأحاديث البهيجة عن الأمن القوم العربي المشترك والمشروع العربي الذي لا يتأتى إلا بإعادة الاعتبار للدولة الوطنية القوية التي أزهقت في أقطار وأرهقت وخنقت في أقطار أخرى إن حديثا مثل هذا الذي يعزف على مشاعر العرب وعلى طموح مشروعهم العاثر سرعا ما سيكسب تعاطفا شعبيا يضاف إلى المشروعية التي منحها الرئيس هادي بطلب تدخل الذي يجبه مثاق جامعة الدول العربية ووسط هذا الصعود المترف ولهيب المشاعر بدأت بوادر الانتكاسة وبدأ أن اللحظة الفارقة تحولت إلى حدث عابر وأن حليمة لا تفارق عاداتها القديمة وأن شرا محضا قادما من وراء حدود الشمال تبخرت الأهداف المعلنة وأجل الحسم وتحول الأمن القومي العربي إلى ساحة مكشوفة للصراع تضاعفت المأساة في اليمن وبدأ عداد الضحايا يدور دون توقف واتضح أن المعركة في اليمن بدأت للتو وأن إعادة الشرعية في فهم السعودية والإمارات وهم الدولتان اللتان بقيت في التحالف تعني تقويضها واختطافها وحفظ وحدة اليمن لا يتحقق إلا بتقسيمها بين الرياضي وأبوظبي ووفق هذا الفهم وبهذه الأجندة الخفية تحاصر اليمن الآن لتكون الخلاصة أن عدوا خارجيا أضيف إلى عدو الداخل وما من بد أمام اليمنيين سوى الإيمان بمعركة الخلاص والتحرير تحرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر